أظهرت بيانات لدارة المركزية للإحصاء تسديل معدل التضخم في البلاد مستوى ثلاثة وعشر النقطة المئوية في نهاية عام 2022 مقارنة مع نهاية عام 2021 وقالت الإحصاء عن الارقام القياسي لأسعار المستلكين أن معدل التضخم في الكويت ارتفع 17% في ديسمبر الماضي على أساس شهري لارتفاع أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الارقام القياسية لا سيما المواد الغذائية والتعليم وضابت أن الرقم القياسي للمجموع الأولى الأغذية والمشروبات ارتفع في ديسمبر الماضي بنسبة 7% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي